بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله ازايكم حبيب قلبي عاملين ايه يارب تكونوا في احسن حال معكم اية من عالم اية النهاردة بقى عاملالكم رز معمر بس مش اي رز ده رز معمراء باللحمة رز معمر باللحمة بس ايه في كل عزومة لازم يبقى موجود على صفرتك من حلوته وطعمته ورحته اللي حتقلب الدنيا تعالوا كده نشوف المقادير ونشوف عملنا الرز الجميل ده ازاي يلا بينا معايا حبيب قلبي هنا طبعا احنا متعودين ان احنا بنعبر او بنعاير كل حاجة بنفس الكباية يعني الرز نفس الكباية اللي عاملت اللي عيرت بيها او عبرت بيها اللبن تمام حبيبي؟ ندخل بقى على المقادير بتاعتنا معايا هنا خمس كبايات من الرز خمس كبايات من الرز طبعا انت بتعملي بالكمية اللي تعجبك انا هنا بقولك مقدار البرام بتاعي انا عملت خمسة رز عليهم خمسة اربع كبايات من اللبن يبقى خمس كبايات من الرز عملت عليهم اربع كوب من اللبن طيب نقص كباية يا ايا هي فين؟ الكباية دي حبيب قلبي هاخدها من الشربة اللحمة بتاعتي مسلوقة سلق عادية خالص لكن ما قطرتش فيها التوابل او البهارات بتاعتي هو ورق لوري وحبهان ويفصين مستكا وسلقت اللحمة سلق عادي خالص وملحتها ملح بسيط وشوية فلفل ما نملحش كتير طبعا عشان الرز هيتحطله لسه ملح فما نبهدلش الدنيا يعني او نحدقه مننا تمام؟ يبقى معايا هنا خمس كبايات من الرز اربعة لبن وكباية من الشربة تمام حبيبي؟ ولحمة بالعدد اللي يعجبك احنا اربع افراد فحطت اربعة والباقي بسيقوه مسلوء بنحمره بقى جنب شوية ملوخية شوية شربة اللي يعجبه تمام؟ معايا هنا بصلايا مبشورة بصلايا واحدة بشرتها كويس قوي وحطت عليها شوية ملح وفلفل ودعكتها حلو جدا كمان معايا ملح معايا مية وخمسين مية وخمسة وعشرين جرام من الزبدة اي زبدة تحبيها وكمان معايا آآ وش لبن او اشتا باغلي اللبن واشيل الوش بتاعه وحطه عندي في الفريزر في العلبة دي وطلعه في وقت الاستخدام انا هاخد بس معلقتين من الاشتا على الكمية دي طبعا لو انت مش عارفة الجرامات في الزبدة مية وخمسة وعشرين جرام ممكن تاخدي اربع مكعبات وسط او خمس مكعبات صغيرين من الزبدة بالشكل ده حابي بقلبي ندخل بقى على الوصفة على طول معايا هنا الرز جبته خمس كوبات من الرز حطيت عليهم معلقة ونص من الملح ما كترتش الملح ليه لان طبعا في ملح في الشربة فاحنا مش عايزين نحدى الرز معانا وكمان انا حطى شعرة بسيطة من الملح كمان على البصلاية فما يملحش قوي ويبقى مش تمام لازم نزبط كده الملح بتاعنا فانا حطينا خمس معلق من الرز خمس كوب من الرز عليهم معلقة ونص من الملح كمان جبت الاربع كبيات من اللبن هحط عليهم ايه طبعا اللبن مغلي حبايب قلبي وليست نازل منه على النار ليه عشان يصرع عملية السوه للرز في الفرن طبعا لان احنا بنعمله في فرن البتجاز العادي حطيت هنا بقى على الرز ايه لو فاكرين فيديو الرز المعمر بتاعي السادة اللي فات لازم احط حبيب قلبي ربعة او نص معلقة من السكر على اللبن بيديله طعم حكاية ولون ملوش حل كأنك بالزبط عاملا في فرن فلاحي فانا حطيت هنا نص معلقة من السكر ودوبتها مع اللبن بتاعي هنعمل ايه بقى هقلب الملح طبعا مع الرز زي ما قلبت السكر في اللبن هقلب الملح مع الرز اسهل وصفة ممكن تعمليها في العزايم وسهلة وبسيطة جدا ومش هتاخد منك وقت كبير وكمان سهلة او جميلة او تحفل رمضان ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان انا وإياكم بخير وصحة وعافية اللهم امين هنا بقى حبيب قلبي قلبت البصلة مع الرز لازم قلبها كويس قوي فانا فصلت القمر قلبت برحتي وبعدين رجعتلكو تاني هحط هنا بقى الزبتة بتاعتي حطيت الخمس مكعبات من الزبتة بتوعي او المية خمسة وعشرين جرام من الزبتة ليه لان ده تقريبا كيلو من الرز حبيبي ده كيلو من الرز الكبار اللي استلس عندي دي ما بيجيش ربع كيلو فهو الخمس كبات عندي بيعملوا كل رز قلبت بقى الزبتة مع البصل والروز كويس قوي وحطينا طبعا الملح هياخد بقى معلقتين من الاشطة الجميلة دي الاشطة دي زي ما قلت لكم بغلي اللبن اشيله اشيل الوش ابيته في التلاجة واشيل الوش بتاعه وحطه في الفريزر بس تخدمها جميلة جدا وممكن تعملي منها الزبتة جميلة جدا 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 ان شاء الله في يوم نعمل فيديو عن الزبتة دي حبيبي قلبي هنا بقى بالشكل ده هقلب الاشطة مع اللبن مع الرز مع الزبتة مع البصل مع الملح قلبتهم بالشكل ده الريحة هنا والله والله طحفة ريحة الرز بعد ما حطيت عليه الاضافات دي كانت حكاية لوحدها من قبل ما يخدش الفرن مبالج بقى كمان لما يخدش الفرن الريحة بتقلب البيت كله ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا كده حبيب قلبي وتجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم هنا بقى قلبت الرز مع المكونات اللي انا حطيتها كويس قوي وبعد جدا جبت البرام بتاعي جبت البرام يلا بقى نشوف هنعمل ايه هحط طبعا نص الكمية تقريبا تحت في البرام من تحت عشان طبعا نحط اللحمة في النص انت ليكي برضو اللي عجبك ليكي الاختيار انت ممكن تحطي اللحمة على الوش وخلاص بس انا بحب تفسها كده في الرز تفنها فيه عشان تاخد من طعم اللبن والرز والزبدة وتبقى طعمها ايه حكاية خدت بقى اللحمة اللي انا سلقاها حبيب قلبي ما تسلقهاش اوي لما تهريها سيبي فيها شوية كده سيكة بزيطة من التسوية ليه عشان هتستوي معنا في البرام طبعا ينفع تشوحي اللحمة طبعا حبيب قلبي ايه على النار كده وخلاص بس انا ما بشوحهاش علشان ايه انا مش بحب اقفل المسان بتاعتها اوي ليه عشان تتشرب معايا من اللبن والزبدة وتاخد طعمهم وتبقى طعمها حكاية بجد اللحمة فيه طعمها حلو جدا والرز بيشرب من طعم اللحمة ايه لان احنا طبعا حاطين كوباية من الشربة فبيشرب كمان من طعمها بيبقى خطير 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 بالشكل ده بقى انا ضفت اللحمة بتاعتي انا ضفت هنا على حسب عدد الافراد بتاعتي انت ممكن تضيف براحتك ممكن تضعف الكمية ممكن ما تسبيش مسلوق مثلا وتحطش كل الكمية براحتك بس احنا هنا فيه ناس بتحبها محمرة زيادة كده فبحب احمر لهم شوية طبعا ممكن تكليجا بشربة ممكن تكليجا بشوية ملوخية بيبقى حكاية 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 والواحد هو اصلا حكاية يا جماعة حطيت بقى اللحمة رصتها بالشكل ده وبعد كده حطيت الرز الباقي عندي فوق على الوش بالشكل ده زي ما احنا شايفين طبعا اللحمة دي حبايب قلبي انا جايبها من بيت اللوح انت ممكن تجيبي لحمة موزة ممكن اي حتة تعجبك من بيت الكلاوي ممكن تجيبي اي حتة حلوة تعجبك براحتك بس يستحسن ما تبقى السمينة زيادة عن اللزوم انا هنا كان عندي حتة سمينة استبعدتها طبعا لانه فيه زبدة فيه لبن فيه اه اه اشطة فما نزودش اول موضوع يعني بيبقى ده سمع عالية كده اه هنا بقى حطيت كوباية من الشربة حطيتها معه اللبن وقلبته بالشكل الجميل ده وحدق بقى اضيف اللبن على الرز بالشكل اللي احنا شايفينه ده بالراحة كده نحط على معلقة زي ما اتفقنا قبل كده ليه علشان ما يعمليش بقرة في الروز او حفرة فيبقى عالي وواطي انا عايزي اكله بسوا واحد كده ويفتح النفس طبعا العين بتاكل قبل البق صحي ولا ايه بالشكل ده بقى هابدأ اقل يعني اه اساوي الوش كده بحاجة بسيطة خالص بالمعلقة اه علشان طبعا ما بوزهوش وطبعا على الوش ده ده بصل من البشر فكبيرة شوية فانا هستبعدها يعني هشيلها كده عشان ما يبقى الشكلة مش لطيف في البرام بتاعي وحبدا اهز البرام هزة بسيطة كده علشان اضمن ان اللبن نزل لكل الروز وبعد كده طبعا انا مشغل الفرن من قبلها على نار مية وتمانين اه هحط البرام في ارضية الفرن تحت مشغلها فوق وتحت اول ما ياخد وش من فوق حطفي الشوية واسيبه تحت بس على الصاج من تحت وبعد كده اول ما يشرب اللبن خالص هرفعه على الشبكة من فوق لو انتي ما عندي كيش الفرن بيشتغل فوق وتحت هتشغلي الفرن فوق وتحت يسخن قوي وبعد كده حفصل تحت وشغل الشوية لحد برضو ما ياخد وش وبعد كده حطفي الشوية وشغل تحت واسيبه وكمل السوا عادي هيطلع معاكي حكاية ايه رأيكم بقى بعد ما طلع يا السلام حكاية 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 ايه رأيكم يسد معاكي في اجدعها عزومة وبصوا بقى من جوه ما شاء الله ريحته راهيبة والبصلاية دي بتخليه حكاية ممكن تستبدلي اللحمة دي تستبدليها بالفراخة على فكرة ايه رأيكم بقى الفهنة وشوفة حبيب قلبي على قلبكم شايفين الرزن فلفل ازاي وكمان اللحمة متحمرة كأنك محمراها لوحدها ازاي ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا حبيب قلبي وعجبكم الفيديو بتنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبكم بصلاح الحال واستودعكم الله لازل يدعو عنده الودائع والسلام عليكم ورحمة الله مع السلامة